طيب طارق نوفل بكرة إيش الأوراق اللي بيدنا يعني إيش السيناريو اللي تتمنى يكون موجود بكرة هدف مبكر السيناريو لا أنا بالنسبة لي أقول لك أنه اللي يلعب المنتخب السعودي بيهدو عادي جدا ويعتقد أنه أو يمشي مبارات بيهدو حتى ينتهي الشيطة الأول على الأقل بدون هتاف الأهم اللي يجمر من المنتخب السعودي أي هدف أنا أكثر شيء أخشاه على المنتخب السعودي أنه يتلقى هدفي أول 15 دقيقة وهذا الشيء اللي أشوفه استحالا أن يعوض المنتخب السعودي أو الصعب أنه ممكن يعوضه في الشوطة الثاني الشيء اللي نلعب عليه وذكرته في حلقة سابقة معك أبو بدر والآن ذكرته أنه درجة الرطوبة العالية ما زالت في جدة وهذا الشيء هو الكرتل اللي راح نلعب عليه وزين أنه المبارات تحددت في وقت مبكر قبل ما يغادر الصيف خاصة مدينة جدة والرطوبة العالية التي أرهقت المنتخب الياباني في المبارات الأخيرة لعبناها في تفصفيات 2018 لا ننسى الجمهور من ناحية الفنية أعتقد أنه كل شيء واضح هدف واحد هي الممكن لتنتهي المبارات لصالح المنتخب السعودي إذا ما استطاع المنتخب السعودي أن ينهي الشوطة الأول بلا أهداف الشوطة الثانية في هدف المنتخب السعودي بيحول الله وقوته ولكن لن ننسى الجمهور هو الجمهور هو السر مثل ما ذكر كذلك غير التشجيع وغير التحفيز وغير رهبة الملعب اللي هو أنا حضرتها أول مبارات في الجوهر أول مبارات كان الجو ونا منها للديرة هذه والله لا يطاق وصعب جدا أن يحتمل ما بالك في لاعبين أصلا ما تعودوا على درجة الحرارة حتى لو كانت بسيطة ما بالك برطوبة ودرجة حرارة عالية